السلام عليكم الوقاية خير من العلاج للوقاية من حلم الغبار وعنكبوت حلم الغبار أو الغبير الذي يتسبب في فساد الثمار يجب أن نوفر لها بيئة خصبة من خلال ترك أشجارنا متسخة بالغبار والأتربة وإنما نقوم كل ما شاهدنا أي شجرة عندنا شجرة مثمرة أو غير مثمرة مصابة بالغبار أولا شكلها غير جيد وغير نظيف وقد تلوثنا وتسبب لنا حساسية كذلك أن نتوفر بيئة للحشرات خاصة العنكبوت فتغسل بماء ليس مضخة قوية وإنما ما نائم حتى لا تتكسر ولا تتطاير الأوراق والثمار بغسل ما عادي ولكن يكون وقت الغسيل وقت بارد يعني أول الصباح الصباح إلى الساعة عاشرة ساعة تسعة بالصيف والله عندنا حنا حر يعني الساعة ثمانية تكون حر فيفضل يكون بعد الفجر أو قبل المغرب أو في الليل في أي وقت في الليل لماذا؟ لأن قطرات المياه سريعة الانتصاص لحرارة الشمس فلو رشيت الظهر فإن قطرات الماء على الورق سوف تصبح درجات حرارة عالية جدا خلال ثواني ثم مما يسبب حرق للأوراق وتشوه لشكل الشجرة وقد تتضرر بعض الثمار باختراق القشرة التي عليها بسبب حرارة قطرة الماء كانت رشيتها ماء ساخن بدل ما تبرد عليها كانت تسخن الشجرة عندما ترشها في وقت الظهيرة الوقاية خيرون العلاج بهذه الطريقة أهل التين يعرفون هذا أهل التين دائما يستهدفهم العنكبوت فهم يرشون أشجارهم يوميا لمن لا يريد أن يستخدم المبيدات يعني يقول أنا بجرى جراءة عضوية حطين رشاشات فوق الأشجار بالمزارع المحميات الكبيرة ويوميا غسيل لشجرة التين يوميا غسيل بالرشاش لشجرة التين فإذا كانت دكتينة في البيت فهي أكثر حاجة للغسيل من الحمضيات ومن بقية الأشجار وإذا غسلنا الشجرة في وقت بارد تصبح منتزهة وجميلة ومنتعشة ومنظرها جميل وأيضا تبرد وتسحب يعني يقل النتحة اللي عندها بسبب لجهاد الحرارة اللي حصل لها بالصيف تمنى لكم حدائق جميلة وسالمة من جميع الأمراض والعاهات شكرا لكم مع تحيات أخوكم والسلام السهلي